اشتركوا في القناة تجسد قيم التسامح والتعايش الإنساني لو نتحدث في هذا الجانب عن ما يعكسه هذا العفو الملكي الشامل أولا اسمح لي أن أرفع أسماء آيات الشكر والامتنان إلى صاحب الجلالة المعظم ملك البلاد بهذه اللفتة الأبوية التي تعودنا عليها وهذه اللفتة يعني ما هي غريبة وأيضا تدل على حب الكبير الذي يشامل كل هذا المجتمع وكل هذا الشعب وهذه النظرة الأبوية تعطي المجتمع دفع بالإحساس بأن هناك حضن كبير إلى المجتمع كله بما فيه من ارتكب الجريمة وبالتالي هي تعطي دفعة كبيرة إلى أولا في عدة أشياء إيجابية إليها أولا السلم الاجتماعي ثانيا تعزيز قوة القانون والقانون هو ليس فقط العقاب وإنما أيضا يشمل الرحمة والرحمة هنا جاءت من لدى جلالة الملك نعم أستاذ علي طبعا لو نتحدث من جانب آخر عن وقع هذا العفو على نفوس المستفيدين وذويهم هي إليها عدة شاملة يعني أولا بالنسبة إلى دوي المحكومين الفرحة بالحرية إلى المحكومين أنفسهم وهذا الإحساس لما تفقده ساعته تعرف قيمته وهذه القيمة تأتي إلى الجانبين الجانب المحكوم نفسه وجانب الأهل الذي افتقده بعدين تعطي أيضا إليهم غير الدافع المعنوي أيضا الدافع الاقتصادي أيضا التلاحم ما بين العائلة لأنه في عوائل إصادتها شبه تفكك وبالتالي هو رجوعها إلى المجتمع هذا ترجع العائلة بشكل أقوى أيضا يرجع عمود العائلة للناس اللي عندهم أنه يكون عائل إلى عائلة نفسها فبالتالي الدعم الاقتصادي للعائلة الدعم الاجتماعي والدعم المجتمعي بشكل عام في داخل المنطقة اللي هو قاعد فيها نعم نتمنى للمستفيدين من هذا العفو الملكية سامي الشامل توفيق في حياتهم ونشكر مرة أخرى سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلد المعظم على هذه المبادرة الأبوية الكريمة الأستاذ علي الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية حقوق الإنسان شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك